اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه إلى ظهور عملاق مطرقة الحرب إلى تسجيل دخول ميكاس المنتظر وأخيراً تسجيل دخول ليفاي أكرم أقول لكم اليوم حر اليوم الشتاء أخلص أخلص الشتاء عندي حلقة للأمانة تبرد القلب حلقة كده تخليك على عصابك وتخليك كل عشر ثواني تغير جلستك المهم عزيزي الوجيه عشان لا يكثر الكلام لايك واشتراك لو منت مشترك وتعال خلينا نفسفس الحلقة السادسة من الموسم الأخير لأتاك أون تايتن قبل ندخل في تفاصيل الحلقة خلونا نقف لحظة صمت لأرواح الموتى يا وجيه تراها قصة خيالية يشبك متحمس انت أسكت ما لك شغل كده خليني في حالي خلونا نقف لحظة صمت لأرواح الموتى من مدنيين وعسكريين من أطفال ونساء ولرجال ولأودو وصوفية أي نعم كلهم أشرار في عيون بعض ولكن الحرب قذرة يا جماعة الحرب إما أن تقاتل أو تقتل الحرب قذرة الله لا يورينا ويوريكم حروب تبدأ الحلقة بمشهد لويلي تايبر وهو يودع أبناءه الصغار ويبدو على وجه أمه وأبوه الحزن الشديد ونفس الشي على وجه زوجته كانت تعاسة مليانة هذه الغرفة واكتشفنا سبب حزنهم وتعاستهم مباشرة بعدها وهي أنهم عارفين أن ويلي تايبر مسافر في رحلة ذهاب بلا عودة وهذا يفسر الخوف الشديد اللي كان يعتلي وجه ويلي تايبر قبل ما ينزل على خشبة المسرح في الحلقة الماضية لأنه كان عارف أنه بيموت وبنسبة كبيرة في هذا المهرجان ويلي تايبر وماقث مثل ما توقعنا في الحلقة السابقة عارفين أنه فيه جواسيس وفيه دخلاء من جزيرة بردايس بس ما هم قادرين يحددون من هما أو أيش خطتهم هما أمام معركة غامضة أمام عدو مجهول وشاف ويلي تايبر أنه أفضل طريقة بحيث يخلي دخلاء وجواسيس جزيرة بردايس يظهرون ويكشفون عن أنفسهم بأنه يقيم هذا المهرجان ويستفزهم ببعض الكلمات وبأنه راح يعلن الحرب عليهم وكذا ويب نجحت خطته تمت على ما كان يتمنى وبالرغم من أنه كان يتوقع أنه بيموت بنسبة كبيرة إلا أنه ما كان متوقع أنه يموت على يد عملاق أوكي أنا بموت على يد جواسيس بموت بمتفجرات برصاص بسنايبر من بعيد بس مو على يد عملاق ومو أي عملاق العملاق المهاجم والمؤسس إيرين ييقر اللهي ما أدريش أقول لك يا ويلي تايبر لكن جي 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 يا وحش ويلي تايبر كجزء من مخططه برضو هو أنه يغير نظرة العالم للإلديان في مارلي وبالمرة يضمن أنه يخلي باقي دول العالم ومارلي يصيروا يد واحدة أخيرا ضد جزيرة بردايس يعني فيما معناه ويلي قال أنا ميت ميت وبنسبة كبيرة يا ماغف خليني أسوي شيء كويس قبل ما أموت أخلي سفراء ووزراء العالم الحاضرين يشوفون أن الإلديان في مارلي لا حول لهم ولا قوة في هذا المجزر اللي بتصير وأن الشر والخطر الكبير بيكون قادم من جزيرة بردايس والإلديان اللي فيها فقط أي نعم هدف شريف ولطيف وعفيف من ويلي تايبر بس مثل ما قلنا هذه الحرب دائما قذرة ما تدري مين الصح من الخطأ كلهم قاعدين يتحارب هذاك صح بطريقة ما وهذا خطأ بطريقة ما ذولي خطأ صح وذولي صح الحرب الله يكفينا شر الحرب ما قد حاول يمنعه أو يخليه غير رأيه ولكن ما في فائدة لأن خطة ويلي تايبر هي أفضل خطة وأفضل طريقة في يدينهم حاليا والمعلومات مرة صعب إنها تتنقل أو تتمرر ما بينهم لأن الجواسيس والدخلاء قد يكونوا بينهم في أي لحظة ممكن سواق العربة جاسوس ممكن أن تجنبي جاسوس ما فيك خلاص هذه الخطة هي اللي بيدينهم وضح بعدها ما قثل ويلي وقال له إنه خطتك هذه راح تتسبب في موتها الكثير ترى رد عليه تايبر وقال له فيما معناه يعني يعني معظم الضحايا بيكونوا من الإلديين وشوية سفراء ووزراء وإنت يا ما قث ضحيت بجنود الإلديين إلين قلت أمين في الحروب اللي خضناها الحين صرت ما شاء الله مشفق عليهم وهم أبناء وأحفاد الشياطين ولا كيف ولو بالفعل اتفقوا على الخطة بكامل تفاصيلها وتصافحوا على هذاك الشيء وما قث في نهاية الحوار قال له كذا من باب تطييب الخاطر يعني والفضفضة يعني أنتم شياطين وولاد شياطين وإحنا كمان شياطين كلنا مرتزقة وجالسين نحارب بعضنا البعض وبكذا عرفنا أنه مثل ما إيرين كان مخطط لهذا الهجوم الكبير برضو ويلي تايبر وما قث كانوا حاسبين حساب ومخططين أنهم يخلوا الهجوم الكبير هذا يحصل وكل شيء شفناها اليوم وفي الحلقة الماضية كان مخطط ومدروس بعدها ينتقل المشهد إلى إيرين بعدما قطع ويلي تايبر إلى نصفين وبلعوا بالعافية كذا يعني أخذوا سناك سريع في بطنه قبل ما يبدأ مضاربته مع مطرقة الحرب بس بعدها قلولي إيش صار إيش صار تبدأ الحلقة بعد أغنية البداية الناس تركض في رعب وخوف ورهبة وكأن القيامة قامت عليهم حشود تتصادم وناس تندهس بشر مدفونين تحت الدمار اللي خلفه إيرين إيرين ينطلق زي البرق تجاه المنصة اللي فيها قادة وكبار جيش مارلي وينقض عليهم بحركة WWAية ويهرسهم هرس وبالرغم من إنهم ماتوا لتكسروا بنسبة كبيرة وخلاص انتهوا إلا إنه استمر في إخراج غضبوا عليهم وهذه كانت لسه بس البداية ينتقل المشهد اللي قابي وأودو وصوفية طيحين على الأرض قابي بخير أودو كمان بخير ولكن صوفية صوفية ميتة تحت بقايا الحطام أصلا هي مهمشة من البداية ولا لها دور كبير ولا كلمات كثيرة فمو غريب إنه إسايمة يضحي فيها بكل بساطة أودو المسكين اللي كان بخير رح يحاول يوخر الصخرة الكبيرة اللي فوق صوفية ولكن للأسف في محاولة البائسة هذيك يصطدم فيه حشد من الناس الهاربين ويا كله ضربة هشمت له وجهه وعظامه وكمان اندعس أكثر من مرة وهو على الأرض ولاحقا اكتشفنا إنه مات وبكذا رسميا ماتت صوفية وكمان مات أودو معاه يا جماعة كمية الرعب في وجه قابي وفي وجه كول كمية الرعب في وجه الناس اللي جالسة تهرب نظرات رعب وخوف تحكي كمية الصدمة اللي عايشينها الوضع كان حفل وأكل وشرب وفلة ومسرحية قاعدة تعرض قدامهم فجأة كل شي تحول إلى دمار وأشلاء وينتهي المشهد على صرخة قابي اللي لخصت كل لحظات الرعب هذيك يا لطيف إيش سويت يا إيرن إيش سويت نحن المفروض نضحك ونحزن مفروض ننبسط ولا نعف إيش نسوي الحين ينتقل المشهد مرة ثانية إلى إيرن وهو ما زال يهرس في خلق الله على هذه المنصة وتظهر أخيرا مين بالله يقولولي مين اللي كنا نحسبها شغالة اللي كنا نحسبها مجرد خادمة عن تايبر طلعت أخته ومو بس كذا طلعت تحرياتي الممتازة في مكانها طلعت هي عملاق مطرقة الحرب أستاهل لايك كلما أستاهل لايك حط لايك يا وحش تحول أخت ويلي تايبر ويظهر أخيرا عملاق مطرقة الحرب ولكن في آخر لحظات تحولها وقبل ينكشف لنا الشكل النهائي لعملاق المطرقة ينقض عليها إيرن ولسان حاله يقول خليني أتغدى عليها قبل ما تتعش علي يا يابو يا وضرب لا تضرب أبقص لا تبقص أبطش يا إيرن ولا تبطش والله يهو ضربها ضرب والله يتلكم التلكيم إليه قالت أمين وينتقل المشهد إلى ماقث واللي معاه فوق الأسطح ويا مسكين يا ماقث أنا من يعرف صراحة يعني أوكي عنده هدف يعني وأطلق طلقة كده إيش في حتى اللي حوله طالعه تسوق أمه إيش بتسوي يا رجال إيرن حتى كده ما حك ما في شي يعني بس إنه كان عنده هدف إنه إيش هذه الطلقة هي أول طلقة أطلقها جيش المارلي في هذه المعركة وسجل عندك يا تاريخ أول طلقة أطلقها جيش المارلي تمت بواسطة ماقث ماقث أعطاها وضعية إيش يا عمي كلنا الظاهر بنموت خليني أترك اسمي على قل في كتب التاريخ للأجيال القادمة ماقث أول شخص يطلق طلقة في هذه المعركة يوضح ماقث بعدها للي معاه ويقول لهم إنه إيرن بيشحموا ولحموا قدامنا العملاقة المهاجم والعملاقة المؤسس قدام عيوننا ما عاد يحتاج نروح لجزيرة باراديس خلونا نقضي عليه هنا وناخذ قوة ونفتك منه أو بالأحرى ما نقتل أو نتخلص منه خلينا نخلي العملاقة المطرقة ياكله ويستحوذ على قوته يرجع المشهد إلى إيرن وهو يلطم المطرقة باقي قاعد يصفق فيها أنا قلت يا عمي إيش أم الفايت هذا إيش إيزي خلاص معقولة كذا بس في نفس اللحظة اللي قاعد أقول في هذا الكلام في نفس اللحظة اللي قاعد كذا قاعد أمقص من قوة العملاقة المطرقة خرج زي الرمح كذا أو العموت أو السهم سمي للسميه من جسم المطرقة واخترق عملاق إيرن وشل حركته تماما ينتقل المشهد بعدها إلى غاليارد وبيك وهم أسفل الأرض وتوصل فرقة عملاق العربة ويخرجونهم من تحت الأرض ولو فاكرين في الحلقة الماضية قلت لكم إنه بيك عملت حركة غريبة لما راحت وحضنت واحد منهم طلعت في الأصل ما حضنته حبا في وجهه بل إنها طلبت منه قالت له كده في إذنه يعني أنا من يواثق في هذا الجندي أبو ليحيا تقصد آرمن فايش إلحقونا أوكي لأنه حاس إنه بيسويبنا شيء وهنا كمان نجحت تحرياتي في الحلقة الماضية خرج غاليارد وبيك من تحت الأرض أخيرا وتطلب بيك من أتباعها إنهم يجهزون درع العربة ويضبطوا المظابيط وكذا قالوا لها ربع ساعة ويكون جاهز الدرع قالت له لح 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 خليها عشر دقائق الدرع اللي تلبس وهي العملاق العربة الدرع اللي على وجهها والدرع اللي على ظهرها اللي فيه أسلحة ويركبوا فيها ذولي وقعدوا يطلقوا النار أوكي قالوا لها خاص بنروح نجهز ونرجع لي وفي لحظة ما كان مفروض غاليارد يروح يسبقها يعني ويشوف الوضع ولكن حصل شيء فجأة حصل الشيء اللي خلى بيك تفغر وتفتح عيونها وبدأت تسترجع ذكريات جزيرة بردايس بيك تسمع صوت مألوف ومخيف بيك تسمع صوت معدات المناورة تبع فرقة الاستطلاع بيك افتكرت الأصوات اللي حولت العملاق القرد إلى لحم مفروم بيك افتكرت الأصوات اللي خرطت العملاق القرد خرط وعرفت ان العدو اللي موجود هنا حاليا ما هو بس عملاق العدو كمان فرقة الاستطلاع المحترفين واللي تربوا وتدربوا على تدمير العمالقة عن بكرة أبيكم يا جماعة تكفيكم النظرة اللي على وجه بيك نظرات هذه تشرح كل شيء بعدها يرجع المشهد إلى قتال إيرن ومطرقة الحرب مطرقة الحرب تحرر من السهم اللي مخترق جسده واكتشفنا هنا انه مطرقة الحرب كجزء من قوتها انها تقدر تصنع الأسلحة تقدر تصنع المطرقة تقدر تصنع قوس وسهم تقدر تصنع سيف تقدر تصنع أي سلاح تحتاجه يقلع أم 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 القوة يا شيخ يطيح إيرن على الأرض وتثبت رجلينه بشيء أشبه من المسامير كذا خرجت من الأرض ويبدأ ماقث واللي معاه فوق الأسطح باستخدام مضادات العمالقة البسيطة مش المضادات القوية لأنه الظاهر ما عندهم زي ذي كلي استخدموها عضدهم ولكن إيرن ينجو بجلده بعد ما حط يده على قفاه ماقث يمنعهم يقولهم هاي هدوا اللعب لا تقتلونه لأنهم لو قتلوه راح تنتقل قوة العمالقة اللي عنده الأشخاص عشوائيين وبكذا بيكونوا حلوا المشكلة ولكنهم صنعوا مشكلة جديدة فماقث يقول لهم لا لا تقتلوا لازم نخلي المطرقة تلتهمه بحيث تأخذ قوة وقوة المؤسس سمارت يا ماقث تنقذ مرة ثانية المطرقة على إيرن بمطرقتها وتقطع أيدي وأخيرا يخرج إيرن بعد ما فقد السيطرة وانهزم شر هزيمة حرفيا يا جماعة المطرقة طلعت مرة قوية مرة قوية يقلع أم أم القوة يا شيخ مع حبي واحترامي لإيرن بس والله إنه راح فصص كي هي هجمت قبل هو هجم قبل بس يعني صراحة قوية وغير قوة المطرقة للأمانة شكل العملاق كان مرة فخم مرة فخم إيرن الآن مكشوف لا حول له ولا قوة والمطرقة ترتفع قدامه وتتوجه عليه لغرض تدميره المطرقة ناوية تقتله وتنهي حياته وترتفع المطرقة أخيراً ولكن سجل دخولي يا مدير تدخل مكاسة بواحدة من أروع لحظات الدخول في هذا الموسم واطلقي يا مكاسة حبالك وقفزي وتألقي في السماء عالياً وسجدي رماحك المتفجرة على رقبة المطرقة وبوم تسقط المطرقة على وجهها لحظة ما خلصنا وصلت فرقة الاستطلاع للأسطح أخيراً بعد طول انتظار وفجر لا تفجر دمر لا تدمر احرق لا تحرق طبعاً كلنا لاحظنا كيف التطور الخطير في بدلات المناورة من ألوان ومن إضافات ومن أسلحة وهذا الشي طبيعي يعني كنا نتكلم عن خمس سنوات تقريباً أكيد أنهم طوروا البدل وطوروا الأسلحة وطوروا عدة المناورة وطوروا مهاراتهم وأشياء ثانية يمكن نكتشفها لاحقة بس صراحة تسجيل دخول ولا أروع حلقة تبرد القلب علش أنا متحمس بس الأدرينالين الحلقة دي خلتني يصير مجنون هنا على حكس الحلقة الماضية أنا الكرسي ذا بغيت أكسر اليوم ينتقل المشهد بعدها الماغث وهو يتكلم مع قادة جيش المارلي المتبقين عبر اللاسلكي ويطلب منهم الاستعداد والتأهب التهم ثلاثين ألف جندي بيتم استدعائهم سفن ويمكن كمان طائرات ومدرعات الله أعلم الزبدة أن مارلي راح تحرك كل قواتها خلاص الحرب الآن عندهم وفي أراضيهم ما عاد فيه لعب كل قوة وكل جيش وكل عسكري راح يتم توجيهه لأرض المعركة شايفين الحوسة دي كلها؟ شايفين الدمار هذا كله؟ ماغث هنا يؤكد ويقول لنفسه أنه خطة ويلي تايبر مشت مثل ما هو مخطط له بالضبط كل دولة خسرت مسؤولين من حكومتها في هذه المجزر الهوجاء وهذه هي الرسالة اللي يبغونها توصل للعالم كجزء من الخطة أنه مارلي ما هي الخطر الوحيد على العالم الخطر والعدو والوحيد لمارلي وللعالم أجمع هم سكان وعمالقة جزيرة باراديس فقط صحيحة الخطة نجحت ولكن بعد سقوط وموت الكثير من الأبرياء وما لحق يكمل كلماته ماغث إلا وتدخل عليه قنبلة في المكان اللي هو متخبي فيه وتنفجر وتفجر كل شيء داخلها ممكن بعضكم يتوقع أنه ماغث مات ولكن ماغث لسه ما مات لأنه بعدها جابوه هو يمشي وعليها أثار إصابة ترجع المشهد إلى ميكاسة وإيرين وتنطق ميكاسة للمرة الأولى من فترة طويلة اسم إيرين وتقول إيرين هل لديك أدنى فكرة عما صناعت لقد قتلت المدنيين بل وحتى الأطفال ميكاسة تكلمه هي في لحظة خضوع ما تحس أنه باقي عندها سلطة على إيرين زي زمان زمان كانت تلطمه وتصيح عليه وتهزئه وتحشي الأكل في فمه حشي بس الحين لا الوضع تغير واضح أنه إيرين خلاص معاد أحد يقدر يعني يتجرأ عليه أو يحاول يتحكم فيه بسهولة المهم الحين ميكاسة فجرت رقبة المطرقة وطيحته على وجهه ويفترض أنه انتهى خلاص ومات ولكن فجأة قام العملاقة المطرقة ميكاسة تقول أنا متأكد أني فجرت رقبته وفجرتها تماما كيف كذا إيرين يرد ويقول والله حتى أنا لطمته إلى أنقل آمين بس ما في فائدة ما يموت الرقبة ما هي نقطة ضعف العملاقة المطرقة مثل باقي العمالقة المطرقة نقطة ضعف مختلفة ولازم نكتشفها يا ميكاسة وفجأة المطرقة بعد ما قام صنع قوس وسهم واطلق على عملاق إيرين ميكاسة أخذت إيرين وهاربت بعيد يرجع بعدها المشهد لكولت وقابي في المستشفى وفي محاولة بائسة منهم لإنعاش أودو المسكين ولكن يتم رفضهم ويتم الكشف أنه ميت ولا فائدة من إنعاشه أصلا والمستشفى كمان أصلا مشغولين بالجرحة والمصابين اللي فيه وبعدها تنطلق قابي وهي غضبانة وتقول إنها رايحة تقاتل لما وصلت إلى أرض المعركة مات كل الجنود والحرس اللي حولها وظهرت ساشا وكوني معاها وعينها انحطت على عين قابي ولكنها تركتها ولا قتلتها بحكم إنها طفلة وبرضه ما تعرف هي مين ممكن أو يعني طفلة يا بويسيبا خلاص طلبت ساشا من كوني إنه يحط مصباح على أعلى أحد المباني وتوقع والله أعلم إنه المصباح هذا ينحط على المناطق اللي يتم تحريرها بمعنى إنه فرقة الاستطلاع لما تمسح منطقة وتقتل كل الجنود اللي فيها يحطون في أعلاها مصباح بحيث يعرفون إنه هذه المنطقة خلاص تم مسحها وفي لحظة غضب بعدها من قابي وعضو وقرقع على أسنانها تلتقط أحد الأسلحة من الأرض ويبدو إنها رايحة تجيب العيد ما أدري وين رايحة بسلاحها النايم هذا ولكن أرجوكي لا تموت بليز يرجع المشهد لمعركة إيرين مع المطرقة إيرين يطلب من ميكاسا إنها تشغل المطرقة وتحاول تشتت انتباهه وتشتريه الوقت لحد ما يحاول يكتشف إيش هي نقطة ضعف هذا العملاق أو عملاق المطرقة وبالفعل ميكاسا ما حاطت أم أم المطرقة ولعبت في عسبته إليه انطاح على الأرض وهالشي مو غريب نحن نتكلم عن ميكاسا مرة قوية وكمان من عائلة أكرمان وكمان بعد خمس سنوات أكيد إنها صارت أقوى وأقوى وكمان برضو لأنه العملاق المطرقة منهار وكان قاعد يقاتل فواضح إنه تعبان ممكن عشان كده قدرت عليه المهم في هذه اللحظة انكشفت نقطة ضعف المطرقة وطلعت بالفعل ما هي رقبته مثل باقي العمالقة مطرقة الحرب عنده ميزة وهي أشبه بيخلينا نقول ريموت أبو سلك بحيث مالك العملاق يتخبى في مكان داخل صدفة متحجرة ويكون مرتبط بالعملاق عن طريق عرق أو وريد أو أيا كان بحيث أي شيء يصير للعملاق أو لهذا الكيان حامل العملاق ما راح يتضرر لأنه منفصل عن جسم العملاق نفسه إيرين لاحظ هذا الشيء أصلا من البداية العمالقة عادة لما يتحولون يتم التحول عن طريق الجزء العلوي من جسمهم ولكن بالنسبة لمطرقة الحرب التحول كان من أسفل وبشكل مختلف إلى الأعلى عموما هنا اكتشف إيرين الخدعة أو نقطة الضعف وتحول مرة ثانية إلى العملاق المهاجم ودخل بيده إلى تحت الأرض وأخرج أخت ويلي تايبر بصدفتها المتحجرة وبمجرد ما قطع الوريد أو العرق اللي يربطها بالعملاق المطرقة على طول سقط العملاق وانتهى تماما يعني كأنك كده فصلت سلك الحياة عنه وخلاص انتهى تماما وهذا الشيء بقدر ما هو ميزة للعملاق المطرقة إلا كمان إنه عيب وعيب ابن مطرقة إيش العيب المعففة هذا؟ يعني حتى مو بس عملاق اللي يقدر يكتلها ممكن بشر يعني يقطع الحبل خذها هي وصدفتها ومع السلامة إيرين الآن ماسك الصدفة بيده وقرر انه يأكلها وخلاص يغلق الليلة الكل يترقب فرقة الاستطلاع تنتظر نهاية هذه المعركة ما قف واقف من بعيد بجروحه يراقب النهاية ولكن فجأة يظهر غاليارد من وراء إيرين وينقض على رقبته ويصرخ غاليارد ويقول هذه اللحظة اللي أنا كنت في انتظارها أنا الأوان لاسترجاع العملاق المؤسس ولما بدأ يعض على رقبت إيرين ايش اللي صار قولولي ايش اللي صار سجل تقولي يا مجيم ليفاي أكرمان وصل يا رقالة ويخرط لك رقبت الفك ويفقد السيطرة ويمنعه من قضم أوعظ رقبت إيرين غاليارد يقول أيعقل أن هذا أكرمان نعم إنه أكرمان إنه ليفاي المعلم اللي قلب القرد شاورما المعلم اللي خرط لك مفاصل القرد خرط حاول يهرب غاليارد المسكين ولكن رمح متفجر يقف في طريقه ويسقطه أرضا غاليارد مصدوم غاليارد مو عارف وش يسوي إيش البشر هذولي ما هم شايفين عملاق قدامه ما في أي احترام للهيبة كيف كذا إيش بهم ذولي مجانين أبغى هرب حتى أنا أهرب ما يبغون يهرب والله يشوف يا غاليارد معلش بس ما أدري أحب أقولك جي جي من بدل هذولا ناس يا حبيبي وظيفتهم يقاتلون عمالقة يعني أنت عملاق وتقاتل بشر وأسلحة وطائرات لا هذولي أنت لعبتهم أنت كده يتدربوا عليك وبعدين تراك شوية عملاق فك يعني ما احترام الشديد وحبي لك يعني عملاق أنيق وجميل وكذا بس قبلك كان في المدرع والقرد والضخم والعربة في جزيرة برادايس يعني أنت بحجمك الصغير ذا يتدربوا عليك والله ناسف يا غاليارد بس والله جي جي صراحة ما ندري هل بيموت غاليارد ولا هل بيأكلوا إيرين ولا هل بيخرجونه من داخل العملاق ولا هل راح يستخبي داخل صدفة هو الثاني ولا هل راح تصير معجزة من نوع ما وتوصل العربة وتنقذ بطريقة ما ما نقدر نجزم ولكن كل هذه الاحتمالات راح يتم الإجابة عليها في الحلقة القادمة وتنتهي الحلقة بهذا المشهد الرهيب يسايمة ببناء العقل لقصة وكيف خلانا نشوف القصة من وجهة نظر مختلفة خلانا معاد نعرف هل نفرح للانتصار ولا نحزن للهزيمة ما عاد نحن عارفين نفرح مع مين ونحزن مع مين يعني صرنا نحب إيرين وشلة إيرين بس برضو في هذا الموسم وفي نفس الوقت يسايمة خلانا نحب ونتعاطف مع سكان مارلي أو بإلديان مارلي أو المحاربين ما ما تدري صراحة الله يسامحك بس الله يسامحك يا يسايمة الله يسامحك على الوضع الحرج اللي حطيتنا فيه بس للأمانة للأمانة حلقة جدا قوية حلقة أقل ما يقال عنها إنها أثلجت صدورنا صحيح إنه إسايمة أتعبنا في تأسيس وبناء القصة في الحلقات الخمسة الأولى ولكن خلونا نكون صادقين انتظارنا ما راح هباء منثورة انتظارنا الحمد لله جاب نتيجة وخلونا الحين مع بعض كذا نوجه تحية وتطبيل حر لإسايمة على هذه الكتابة القوية للحلقة الأسطورية تحية يا جماعة تحية الإسايمة تحية طيب بالنسبة لنهاية الحلقة إحنا أمام احتمالية إنه إيرين يأكل العملاقة المطرقة ويأكل كمان العملاقة الفك وبكذا إيرين يصير أقوى وأقوى عن ذي قبل ويصير عنده قوة أربع عمالقة داخله المؤسس والمهاجم والفك والمطرقة يقلع أم القوة هذا لو صار طبعا أو ممكن المشهد تبع دخول العملاقة القرد والعربة اللي شفناه في مشهد بعد النهاية راح يلغي هذه الاحتمالات تماما وممكن إنه يتم إنقاذ المطرقة والفك بطريقة ما بواسطة القرد والعربة احنا كنا متوقعين إنه القرد يكون متواطئ بشكل ما مع إيرين أو يكون متحالف معاه ولكن للآن هذا الشي ما هو أكيد بالذات إننا شفناه يقاتل مع العربة في مشهد الحلقة القادمة وصراحة ما عرف وش بتكون ردة فعل القرد لما يشوف ليفاي لكن أنا متحمس إنه أشوف النظرة اللي على وجهه لما يشوف وجه ليفاي القرد أمام ليفاي متى يصير ذا المشهد؟ أبغى المشهد ذا يصير بسرعة برضو في الحلقة القادمة راح نكتشف مصير فالكو لأنه ظهر برضو في مشهد ما بعد نهاية الحلقة وكأنه خرج من صدفة أو شيء زي كذا أتوقع إنه راينر بطريقة ما كون أو خلق هذا الشكل من عملاقه بطريقة ما بحيث يحمي فالكو من الموت وهذا الشيء كمان كان من نظريات الحلقة الماضية برضو وبرضو نقطة مهمة وهي صوت الراوية في مشهد ما بعد نهاية الحلقة كانت تقول هل صرخات قابي وفالكو ستصل إلى راينر أم لا بمعنى إنه ممكن فالكو وقابي يتقابلوا بطريقة ما ويبدأون يدورون عن راينر تحت الأرض أو تحت الأنقاض اللي مهدودة ودي أقول لكم شاركوني أراءكم في التعليقات بس مين يقرأ تعليقات هذه الأيام كلنا صرنا نعلق كذا وإحنا مغمضين الله يعيننا بس على عبدو حريقة وعلى قافلة عبدو حريقة وركزوا إني ما أقول جيش عبدو حريقة قلت قافلة عبدو حريقة لأنهم شرذمة قليلون هذول اللي قاعدين يحرق روح موت روح دور لك شغلة روح تابع أي شيء ثاني يا فاضي خلاص تابعت المانغا وخلستها إيش تبغى مننا روح روح الله يحرق بليسك فكنا شرك يا إلى هنا نكون وصلنا نهاية الحلقة لا تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم